أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنواع السلع بالتنصيق مع الاتحادات والغرف التجارية وذلك في محاولة من الحكومة للتخفيف قدر الإمكان من وضع التدعيات السلبية للأزمات العالمية رغم ما تتكلفه الدولة من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة جاء ذلك خلال الاجتماع الإسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها كما تطرق مدبولي أيضا للزيارة التفاقدية للرئيس السيسي لمقر أكاديمية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في التأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية في اختيار الطلاب